رشحت معلومات عن التبادلات الأولية بين الفريق الليبرالي المكلف بتسلم زمام الأمور في الحكومة في كيبيك وطبعا الحزب الكيبيكي في أعقاب فوز الحزب الليبرالي في الانتخابات العامة مفادها أن العجز في الموازنة للعام 2013-2014 سيكون أكثر ارتفاعا عما تم الإعلان عنه سابقا فبعد أن أعلن وزير المالية السابق نيكولا مارسو في شباط ففري الماضي أن العجز في الموازنة يصل إلى مليارين ونصف المليار دولار تضح أن الوضع أكثر سوءا وبأن العجز قد يصل إلى حدود ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دولار أي بواقع ثمانمائة مليون دولار أكثر عما كانت عليه التوقعات السابقة ويعود السبب إلى أن النفقات كانت أكثر ارتفاعا مما كان متوقعا وبأن العوائد والضرائب أتت دون التوقعات أكد رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المرضى بول بروني أن المهمة الملقاة على عاتق وزير الصحة المقبل في مخاطعة كابك ستكون جسيمة ففي مقابلة خصة بها وكالة الصحافة الكندية شدد بروني على أهمية الدور الذي سيلعبه وزير الصحة الجديد من خلال إعادة النظر وبعمق في طريقة عمل نظام الرعاية الصحية وركز المتحدث على ضرورة القيام بهذه المهمة الشاقة وذهب إلى حد توسل فيها الحكومة بالتوقف عن ضخء المزيد من الأموال في القطاع الصحي دون إعادة النظر أولا في كيفية تشغيل النظام واعتبر بروني أنه لابد من التحلي بالكثير من الجرأة والقيام بجهد كبير للعمل والأقناع في سبيل تحسين نظام الرعاية الصحية واعتبر رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المرضى أنه لابد أن يقع خيار رئيس الوزراء على شخص يتميز بالحزم والعزيمة والبراعة والاحترام غير المشروط للآخرين لكي يتمكن من تسلم زمام الأمور على رأس وزارة الصحة وأن يفي بالغرض المطلوب لن يصار إلى إعادة فرز الأصوات في دائرتين بورديا وسنت ماريل سان جاك على الرغم من النتائج المتقاربة جدا في الانتخابات العامة التي جرت في السبع من نيسان أفريل الجاري فقد تم تأكيد فوز المرشحة عن حزب التضامن الكيبكي منو ماسي عن دائرة سنت ماريل سان جاك والتي عبرت عن سرورها مشيرة إلى أنه أصبح بإمكانها أن تنام قريرة العين بما أن النتيجة أصبحت رسمية هذا مع التذكير أن ماسي فازت بفارق 91 صوتا على المرشحة الليبرالية أناك ليسكو التي طالبت بإعادة فرز الأصوات إنما المحكمة العليا رفضت الطلب لأنها لم تجد أي سبب وجيه للقيام بذلك في سياق متصل تخلى الحزب الكيبكي عن المطالبة بإعادة فرز الأصوات في دائرة بورجيا حيث خسر وزير التعليم العالي السابق بيير ديشان بفارق 99 صوتا أمام منافسه عن حزب التحالف من أجل مستقبل كيبك سيمون جولان باريت وأكد الحزب الكيبكي أنه لن يطالب بإعادة فرز الأصوات في الدائرة على رغم من بعض التجاوزات التي لم يحدد ماهيتها دعا الاتحاد الوطني للمعلمين والمعلمات الحكومة الليبرالية الجديدة إلى إرجاء اعتماد حصة الزمية لدروس التاريخ في المعاهد المعروفة باسم السجاب وذلك على الرغم من أن الاتحاد يأخذ على محمل الجد عدم الدراية الكافية للطلاب في الشأن المتعلق بالتاريخ الوطني واعتبر الاتحاد الوطني للمعلمين والمعلمات بأنه لابد من تقييم انعكاس الحصة الجديدة لدروس التاريخ في الصفين الثالث والرابع من المرحلة الثانوية والتي سيبدأ اعتمادها في غضون العامين المقبلين وشدد الاتحاد على أنه وبحلول عام 2018 سيتم تحديد الاحتياجات الفعلية لاعتماد حصة الزمية لدروس التاريخ على صعيد المعاهد وشدد البيان الصادر عن الاتحاد على عدم اعتماد خطوة ناقصة من خلال إلغاء حصة دراسية إضافية في المنهج التربوي وبأن هذا القرار يتطلب استشارات على نطاق واسع ولابد من معين التأثيرات هذا القرار على جدول البرامج والأخذ بعين الاعتبار المهمة الموكلة إلى الأساتذة والمعلمات قبل اعتماد هذا التعديل على المنهج التعليمي شدد رئيس ومدير شركة أليمينيوم ألويت أندري مارتيل على ضرورة مواصلة المفاوضات بين الحكومة الليبرالية وشركة الأليمينيوم لجهة أسعار الكهرباء وبأن تستمر المفاوضات على الوتيرة نفسها التي كانت عليها المباحثات إلى جانب حكومة أبولين ماروة واعتبر المتحدث أن المباحثات الهادفة إلى تجديد عقود تقاسم المخاطر التي من شأنها تحديد أسعار الكهرباء تقدمت بشكل ملحوظ وبأنه يتوقع أن تعمد الحكومة الليبرالية إلى مواصلة التفاوض على النهج ذاته مؤكدا بأن العائق الوحيد الذي كان يحول دون التوقيع على اتفاق تمثل في الدعوة إلى الانتخابات والجدير ذكره أن شركة الواتو على غرار شركة الكوة والتي تنتهي صلاحية عقد الرسوم الكهربائية إلى جانبها بحلول عام 2016 ترغب في التوصل إلى اتفاق أفضل كي تتمكن من مواصلة تنمية منشأتها الواقعة في مدينة ستئيل في منطقة السحل الشمالي أو الكوتنور شارك قرابة 200 شخص في مظاهرة كانت شوارع مدينة موريال مسرحا لها يوم السبت الماضي اعتراضا على تركيب العددات الكهربائية الجديدة واعتبر المتظاهرون أن المعايير التي تفرضها وزارة الصحة الكندية غير صارمة بما فيه الكفاية وبأن هذا الجيل الجديد من العددات الذكية يصدر ترددات لسلكية قد تتسبب بمشاكل صحية لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الكهرومغناطسية وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء الجديد فيليب كويار بوضع حد لتركيب العددات الذكية التي بإمكانها قراءة معدل استهلاك الكهرباء عن بعد علما أنه تم تركيب لغاية الساعة مليون واربعمائة ألف عداد جديد في موريال الكبرى وألقى النائب عن حزب التضامن الكبكي أمير خضير كلمة أثناء المظاهرة شدد فيها على أن حزبه سيدافع عن مطالب المتظاهرين في الجمعية الوطنية مع هذا الخبر ينتهي الموجز شكرا للمتابعة